خبرنا الثالث دكتور مصافة مددولي رئيس مجلس الوزراء التقى النهاردة مع الرجل الأعمال الإماراتي المهندس جمال الغرير رئيس مجموعة الغرير الإستثمارية الإماراتية ورئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر وده بحضور العضو المنتدب للرئيس التنفيذي للشركة ورئيس قطاع الإستثمار بشركة الأهل كابيتل القابضة رئيس الوزراء دكتور مصافة استهل المقابلة بالتأكيد على الأهمية اللي بتوليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب مشيرة لأهمية مشهور شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب المينيا خاصة مع حجم الخبرات اللي اتمتع بها الشركة في هذا المجال معربا عن سعادته بقرب موعد التشغيل التجريبي لمصنع السكر ده مصنع سكر شركة القناة مملوكة لرجل أعمال جمال الغرير الإماراتي اللي هو هيبدأ تشغيلها في محافظة المينيا خلوا بالكو شقاء العرب مش جايين استثميروا في القاهرة بس يتراحين للمناطق اللي الضروري ان احنا ننميها ومنها الصعيد والمينيا هي عروس الصعيد الدكتور مدبولي أشار اللي انه بيتابع بشكل شخصي هذا المشروع الوعد كما ان الحكومة حريصة على إنجاحه حيث تتطلع لمساهمة هذا المشروع في سد فجوة استيراد السكر مؤكدا بشكل واضح وده لفظ كلامه ستجدون منا كل الدعم من أجل تحقيق هذا الهدف طبعا احنا عندنا فجوة مش ضخمة في استيراد السكر لكن في فجوة من التصنيع المحلي والاستيراد المصنع ده بإذن الله وحسب كلام الدكتور مصطف هيسد الفجوة وتقديلي انه حيوف تسمح كمان بالتصدير السيد جمال الغالير تقدم بخالص شكره لرئيس الوزراء على حرصه على مقابلة وفد الشركة وقال لقد تورثنا حب مصر جيلا بعد جيل وجئته إلى مصر من أجل المساهمة في جهود التنمية في هذا البلد الشقيق لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعا والسيد جمال أكد ان المصنع هيبدأ انتاجه خلال اليومين القادمين تأشغل التجاريخ خلال اليومين تمش موضوع مؤجل سنتين ولا شهرين ولا أسبوعين داخل اليومين حينتج مستعرضة مراحل المشروع وخطط المستقبلية المتمثلة في استصلاح ما تبقى من الأراضي اللي تم تقصصها للشركة لكي تدخل تدريجيا ضمن الأراضي المزروعة وده يدينا إشارة أن هذا المشروع لم يقم على الأراضي القديمة يعني مش أراضي ودي النيل ده أراضي تم استصلاحها بمعرفة الشركة شركة الغرير واللي هي شركة القناة للسكر وبيستصلح الأرض ويزرعها ويودي المحصول للمصنع ويطلع سكر هو ده نموذك للانستثمار والتنمية اللي بالفعل مصر محتاجها اشتركوا في القناة للسكر